صباح الخير أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الفترة التحذيرية اللي افتح سوق الأسهم السعودية والبداية مع أسعار نفط حذو تراجعت أسعار نفط الخام أمس بعد مكاسب قياسية بعد أنباه عن إعلان الوكال الدولي للطاقة الذرية وإيران عن تمديد اتفاق المراقبة بين الجانبين لشهر إضافي وكان تعثر المفاوضات خلال الأيام الماضية دفع أسعار نفط الخام إلى أعلى مستوى في أسبوع بمكاسب بلغت نحو 3% بسبب أيضا تراجع التوقعات بشأن تجدد وفرة الإمدادات النفطية في الأسواق وأيضا بتأثير من التعافي المستمر في الطلب العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا جراء انتشار اللقاحات وأيضا تخفيف قيود الغلاق وانتعاش أيضا كذلك حركة السفر خلال الصيف أيضا يعتزم مزراء الطاقة في مجموعة تبق بلس عقد اجتماع شهري جديد مطلع يونيو للتباحث حول مستجدات السوق ومراجعة أيضا أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات وسط تكهنات باستمرار التمسك بالتخفيف التدريجي لقيود الإنتاج لمواكبة انتعاش الطلب في فصل الصيف مؤشرات الأسواق العالمية كانت لا تبني ولكن الأسهم الأمريكية في جالسة الثلاثاء كانت على تراجع طفيف بعض بيانات اقتصادية ومع أيضا رصد مخاوف تسارع التضخم أيضا ننسى فشل أن يساهم شركة أبولف الاحتفاظ بمكاسب المسجلة في بداية الجلسة ليغلق في المنطقة الحمراء في حين أيضا تمكنت بعض الأسهم كأمازون وغيرها من الارتفاع رغم اعتزام المدع العام في واشنطن من رفع دعوة قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية باتهامات متعلقة بالاحتكار ولكن لا يزال أيضا المستثمرون يترقبون المخاوف بشأن تسارع التضخم في الولايات المتحدة واستوقعات بتراجع الضغوض التضخمية بحلول نهاية العام خلال الفترة القادمة ولكن مع دول اقتصادات الأعمال وعودت كذلك اقتصادات الأعمال خلال الفترة القادمة مؤشر داونجو الصناعي كان على تراجع بحوالي 20 في المئة واحد وثمانين نقطة أيضا حتى بقيت مؤشرة الأسواق الأمريكية كان أيضا السلبي امتد إلى الأسواق الأوروبية في ظل التباين اللي كان على الأسواق الآسوي الإسانبياء كان على تراجع بحوالي 20 في المئة سوق الأسهم السعودية أنهى جلست أمس على مكاسبها الأعلى منذ شهر وسط انتعاش أيضا لأسهم القطاع البنكي بعد أن أربع جلسات كان فيها أداء القطاع البنكي على تراجع وخلال الفترة الماضية إذا ما أخذنا بالاعتبار السوق أمس أخلق على مكاسب بـ 31 في المئة مكاسب بحوالي 129 نقطة 119 في المئة مستويات 10448 نقطة في ظل أيضا تحرق الإيجابي للسوق بعد النتائج المالية للشركات والذي أظهر التحسن كبير بأكثر من 44% خلال الربع الأول من العام الحالي ولكن أيضا ما تزال المستويات السعرية مرتفعة بالنسبة للكثير من الأسهم نظرا للمكرتات كذلك الربحية العالية نتابع السوق اليوم على مكاسب بحوالي أقل من 1 نقطة جزء المئة 10448 نقطة في جلسة اليوم